كنا هنا اتكلمنا معاكم على موضوع توريس القضاء وضربنا لكم مجموعة أمثلة موقع المنصة تحت عنوان صادم يعني بيقول بالزحف المقدس أو كتب عنه أنه الزحف المقدس كتب عن تعينات حقيقة القضايا أو الحقيقة القضايا في مصر وإزاي أن أبناء القضاء دخلوا ونشر قرارات تعيين وكشف شبكة علاقات أسماء بعضهم عشان ما نسرقش مجودهم خلينا نروح لا لا مش ده جماعة مش ده جماعة ده خبر تاني قبله معلش الهيئة كلمت أبناء القضايا وصلنا الزحف المقدس تعينات هيئة قضايا الدولة ترسخ عرف التوريس في الخبر بيكشف عن البيانات اللي حصلت عليها المنصة أو موقع المنصة أن القرار الأول تضمن في الرقم واحد أسماء بنت المستشار أحمد عبد الله إسماعيل ها هو تعيين ها يدخل الدولة ترسخ عرف التوريس خلينا نطلع بقى خلينا نسأرى من هنا أسماء ابنة المستشار أحمد عبد الله نائب رئيس محكمة النقل وشقيقة المستشار محمد كمال ووكيل النائب العام وفي الرقم ثلاثة جات اسم سلمة شقيقة المستشار عمر محمد محمد المساح قاضي في مجلس الدولة وفي الرقم خمسة جاءت أماني ابنة المستشار عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد عريبي نائب رئيس هيئة قدر الدولة وشقيقة المستشار محمد القاضي بالاستيناب وفي نفس القرار جاء في الرقم ستة غادة شقيقة المستشار الدين محمد الكفراوي عدوة هيئة قداية الدولة وفي الرقم سبع جاءت إسراء ابنة المستشار سيد عبد الرحمن محمد سابت نائب رئيس هيئة خلال الدولة رقم 12 جاءت رحمة ابنة المستشار محمد محمد عوض النجار نائب رئيس هيئة خلال الدولة ونشروا صورة من القرار اللي وجاه في الجريدة الرسمية اللي فيه أبناء القضاء قد قراره نشر قدام حضراتكم اللي فيه أبناء القضاء اللي اتذكر أسمعهم التقرير كمان ذكر أسماء ناس تانية وعرف مين أريبهم برضو في المنصة التقرير ذكر في الرقم 220 جاءت إيمان شقيقة المستشار ماجد أنور السيد الرئيس بمحكمة السئناف أسيوت المستشار والمستشار ياسر عدوة دخل الدولة في رقم 222 جاءت اسم إناس ابنة المستشار محمد أمين سعد أحمد الرئيس بمحكمة السئناف القاهرة في الرقم 233 جاءت بسانت ابنة المستشار حنفي محمود حنفي نائب رئيس سيد خل الدولة وشقيقة المستشارة ياسمين الرئيسة بهاية الناب الإدارية 224 جاءت هبة ابنة المستشار إبراهيم أحمد عمي جيد نائب رئيس سيد خل الدولة في رقم 226 جاءت هدير ابنة المستشار فايز السيد اللامساوي نائب رئيس سيد خل الدولة وشقيقة كلهم من المستشار أشرف والمستشار الريدي والمستشار أحمد بالقضاء العادي والمستشارة رانية والمستشارة لمياء بهاية خل الدولة وهي الأسرة التي النعي بتاعها لما نشرته لعبن جيد محمود أو عبن جيد محمود لواردهم وقت وفاته أصار موجة من التنديد بالتوريس الوظائف القضائية عكستها وسائل التواصل الاجتماعي شوفوا كم من البنات شوفوا كم من البنات ودي صورة من أسماء حتى بعض المستشارين اللي ذكر أبنائهم أو اللي ذكروا فيه الجرائد الرسمية ليه دولة بزرميت ترجمة نانسي قنقر